الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين مكملين مع كورس تبعنا ردهات وبعدنا بالشابتر الأول بس فصلنا الفيديو الماضي على أساس انه ما يطول الفيديو طيب نكمل بالرحلة تبعتنا بالقصة نحن وقفنا عند الديسترو وحنفوت على الينيكس يونيكس أو ننترى بنفس الكمبوننس عندي الهاردوير الهاردوير هو السيرفر اللي بنزل عليه شو الهاردوير في عندي سيرفر فيه هارد اسكات فيه رامات فيه سي بيوز المعالجات وفي عندي كيرنل عطول بنزل هذا الكيرنل بنزل بعدي البرامج عشان نختصر الموضوع من الشل الشل اللي هي الشاشة السوداء اللي بتعود تعليم عليها كماند كيف عندك بال بالويندوز عندك نفس النظام وفيه الانواع كتير باللينيكس فعلا بيجي عندك بيجي عندك بيجي عندك كمبايلر بيجي عندك كتير شغلات تمام عشان تقدر تتواصل مع الهاردوير لازم يكون فيه وسيط الوسيط هو الكيرنل بين الشل والهاردوير بين اي شي والهاردوير في عندك هو الوسيط اللي حيكون كيرنل عندك طيب جميل جدا طب تعالي شوفيك الكمبوننس حطرت لك شوية شروحات للكمبوننس طيب الكيرنل كيرنل شو تعرفو كيرنل قلتلكو هو العقل المدبر للينيكس أوبراتينج سيستم طيب شو بيعمل ليه هو بيعمل عملية ادارة للسيستم ريسورسيز طيب شور السيستم ريسورسيز عندي زي السي بيو اللي هو الهاردوير الميموري اللي بريفراز بريفراز انه اي اشي ثالث اي اي شي خارجي يعني تمام و يعني هو زي لو قلته هو الوسيط بين خلانا اقولك مثلا الشل او اي اوامر بده تنعطه وبين الهاردوير طيب نيجي عندي الشل الشل هو كوماند لاين انترفيس اللي احنا بنعرفه مثلا زي الويندوز بالسي ام دي تمام هذا اللي انت بتقدر بتكتب عليه كوماندات والكوماند اللي انت بتكتب عليه بالترجم من خلال الكلام والكلام بروح بشوف الاوامر هاي اللوان رايحة وكيف فينا اه نقدر نتعامل معها في عندي شي اسمه فايل سيستم طبعا قلنا واقفة مع الفايل سيستم الفايل سيستم طبعا اه فايل زي اللي عندك بالاا 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 في عندك سي والدي بارتيشنز وجواتها بيكون في عندك بروغرام فايلز بيكون في عندك اه اليوزر بروفايل بيكون في عندك كتير شغلات نفس النظام باللينكس في له فايل سيستم بس بطريقة مختلفة بنزل على هاردسكات او بنزل يعني الفايل سيستم انت عندك زي مثلا عندك انت بالويندوز عندك فات ستاش فات تيرتيتو اه انتي اف اس عندك هون باللينكس عندك اي اكس تي وان تو ثري فور اكس اف اس بي تي ار اف اس انا احكي هدول عنهم معني بفيديوهات لاحقة عندك اليوتيليتيز هي برامج وادوات اه بتكون موجودة بالا اوبراتنج سيستم عشان نعمل مهام معينة تسكات معين ماشا الحال طيب مثلا زي شو مثلا اليوتيليتيز الممكن انا اعملها برضو عن طريق اشتر الممكن انا اعمل اه مثلا اشي اسمه الاس بعمل لست سي بي كابي بعمل موف بعمل ريموف بعمل كتير شغلات رح نتوسع فيها هاي الامور بالكوماند لان ومسلا برضو باشي من الكمبونس عندي الجي او اي الجرافيكا اليوزر انترفيس انا ممكن انزل لينكس يكون له جي او اي ويكون من دون جي او اي فاذا كان عندي جي او اي طبعا الجي او اي الو انواع عندي كتير في عندي جينوم في عندي كاديكي بلازما في عندي اكس اف سي في عندي ال اكس دي اي وغيره الباكيج منجمنت اي منجمنت انا عشان بدي اعمل اوبديتس لايلا وعمل اوبغريد فبيكون في عندي باكيج منجمنت بتواصل معها عشان اقدر انزل عليها طيب بقولك هون الباكيج منجر باللينكس انكلود اي بي تي اي بي تي اي بي تي ادفانس باكيج تول هيخصة بالديبيان ونحن اللي عنا اللي هون اللي هو اللينكس زي ردهاد زي فيدورا زي روكي سنتوس عشان نعمل الابديت او نعمل اي شي بستخدم كلمة اسمها يام يولدوك ابديتر موديفايد هيك اختصارة اوكي بتستخدم بسنتوس بالفيدورا بالردهاد بهدول فزي هيك سگو مثلا هدول الفوارق بالكوماند Lead يعني تقريبا في عندي عشرة بالمية والاثناش別مية بس فرق بين كل النيكس والايينكس اصلا destributions طيب برضو في عنا شي بالNetworking يعتبر برضو من الكمبوننس سأبدو حط양 الاي بي GSysi اخبر scene موجودة معان من ضمن الكمبوننس عندي برضو system libraries إذا أنا عندي أي System Libraries بيكون مثلا نازلة على Common System Libraries بالLinux بتكون including Genio اللي هي C Libraries مفارقة صغيرة بين Linux و Linux من ناحية التطويرات Development بقولك Linux is open source and developed by Linux Community of Development هو open source مبتوح المصدر بينما Linux بقولك نعمل عن طريق AT&T وهو مش open source الـ cost بقولك Linux is free to use طبعا مش free بمعنى free free بس بتدفع حق support أوكي لليوم إلا طبعا في بعض الباكيج زي الفيدورة وزي الروكي Linux الـ Linux is licensed طبعا الـ Linux مخيف بالـ License عندك File System Support X2, 3, 4 وJFC اللي حكيناها عندك بـ Linux بيكون اسم من FS, GPFS, HFSS وإلى آخرة الـ Usage بقولك Linux is used in wide variety from desktop, servers, smartphones to many frames Linux is mostly used on servers, workstation or PCs طبعا ما يستخدم بالـ server بالـ workstation طريبا كلها تنفس الشيء بس Linux طبعا على مجال أقوى طبعا Linux اليوم أقوى بكتير من الـ Linux الـ Default Shell عنده الـ Bass Shell أما الـ Linux بيسموه Born Shell اللي عنده هي الـ GUI الـ Linux عنده أكثر من GUI عنده KDK عنده Genome عنده LXDE الـ Linux عنده بلاكواز initially common-based Most of the Unix distribution now have Genome كان بالأول من دون شيء بس لما طلع فكرة الـ GUI وكذا فبيستخدم الجنوم وبرضو كمان Linux بيستخدم الجنوم بس بيستخدم أكثر كمان يعني GUI مختلف يعني فكرة تستعملها تستعمل تاني طبعا الـ Targeted Processor بدعم طبعا تقريبا كل الـ Processor الـ Platform Intel X85 بدعم الـ AMD فبقول لك هون Linux بدعم أكثر من 20 نوع Processor معالجات أما باسم الـ Linux بيدعم الـ CUNIX مثلا الـ example حكينا عنها Ubuntu Debian Genio Kali Linux طبعا تلك المخترقين طبعا أنت اليوم عندك أكثر مشيت لك 100 توزيع بالـ Linux Parot Arc Linux Rookie Dojo مليان عندك مليان الـ Linux عندك SunOS Solaris CUNIX AIX HP يعني عنده شوية تشغلات صغيرة بس اليوم الـ Linux بقول لك أكثر من 300-400 توزيع هاي كانتك هذول الفيديو هاي كانك نظرة سريعة عن شو هو الـ Linux وتاريخ أتمنى يكون عجبكم إن شاء الله نشوفكم بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر